كازي الاوروبي متوقع ان هو هيطفع ما لست انا عالم كله انت لهذا الاجراء سيزاني ليه انت ضده شوف مصريا هقول لك اللي ما يعاني دلوقتي في اوروبا داخلين في الركود التضخمي او الاستاكفليش مصيرة الاستاكفليش نعرف الركود التضخمي الركود التضخمي اللي هو ده اش اسوأ انواع التضخم في الدنيا اللي هو مش تضخم نتيجة الطلب وانما تضخم مصحوب بركود في البضاعة لان ما فيش قوة شرائية كافية عيب الركود التضخمي انك انت علاج الركود غير علاج التضخم عكسه بعض بتعرف ان يكون عندك سكر ومش عارفه لايه تيجي تاخد ده وده يبوز ده فهو دلوقتي بيزود سعر الفايدة شوية علشان هو بيه الغرب الغرب غير امريكا اوروبا بقى اوروبا فيها مشاكل رهيبة طبعا عنده ركود وعنده تضخم فهو بيحاول يعلي سعر الفايدة عشان يحاصر التضخم شوية انما في نفس الوقت هو عمال يشوف ازا هيعمل ايه في الركود بعد كده لانه الغاز توقف عن الوصول العربيات وقفت الصين وقفت ففيه ركود وفيه عدم عمل بالنسبة الناس كتير فمش هيضر يجاري امريكا في رفع سعر الفايدة للمعدلات اللي هم هيعملوها لكن هيحاول مشكلته اصعب شوية من امريكا اما احنا عندنا هنا ما صلناش الركود التضخمي لسه انما هو تضخم مستورط ما اثر بقى معايا في حاجات تانية كتير يعني في عجز الموازنة هيبقى فيه بين العجز الميزان التجاري هيزيد قيمة العملة لازم هتنزل وهي نزلت فعلا مرحليا فيه مصروفات خدمة الدين لو تشوف الجراف بتاع الدين العام كان نسبة من الناتج المحلي من فضلك اللي بعد اللي جاي ده على طول بقم اربعة لا 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 ستة يمكن ستة الانوان الدين العام كان نسبة من الناتج المحلي هتبصوا تلاقي انك انت عندك طبعا هنا لسه مصر ساعت لا مش ده الدين العام كان نسبة من الناتج المحلي وده عنوان ده عنوان بس لسه فيه وصلنا لمصر يا جماعة لكن خلينا في اللي قابله عن انخفاض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية ده معنى ايه يا دكتوري أستاذ هالي مهديكة البنوك المصرية كلها مصر جاتت 92% مصر 92% أكبر بلد في العالم النهاية المحلي هو مجمل ما ننتجه خلال سنة كله يعني كل اللي قطاع خاص على قطاع عام على دولة على كل شيء على صدرات ده من نسبته الدين العام 92% الدين العام اللي يشمل القروض الخارجية والداخل ايه كنت عايزين يتكلم على صافي الأصول الأجنبية اللي قابليها على طول ده ماذا يعني؟ يعني ايه دلالة ايه نشوف صافي الأصول الأجنبية في البنوك عبارة عن ايه البنك عنده ودايع وبيسلف طول ما الوداع اللي عنده أكتر من اللي بيسلفه ما فيش مشكلة لكن فيه الكم شهر اللي فاته دول وبقى هنا هوت على طول ان اتقلبت بعد ما كان فيه الهوت ماني والكلام اللي كان موجود كان مخال الدينية منعنيشة جدا بالأخضر كده أول ما حصلت المشكلة والحرب ابتدت وبتاع ابتدت البنوك تبقى مكشوفة بالدولار بهذا المبلغ اللي هو حوالي ده مئتين واحد وعشر مليار جنيه لما تقسمهم على دولار 18 نطلع حالي 15 مليار دولار بس اللي أنا شافه لو يا ريد دكتور علي يشاركنا التعليق شايف غبطات سريعة جدا يعني 86-14-83-37-9 خلق يعني ابتدت الازمة